اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المدام حامل يعني ايه حامل بقول حضرتك حامل طلعت في التحليل كده اكيد في حاجة خلط يا فندم اتفضل التحليل واعرضه على الدكتور طيب قالوا يا محمود ايوة يا حسام ما لك يا ابني الهانم طلعت حامل طب الف الف مبروك يا حسام انت مجنون يا محمود انت هملي يا حسام مش انت جوزها ايوة بس اخر مرة كان بيني وبينها من ثلاث شهور مش معقول هي يعني ما حسيتش بحاجة طول الفترة دي طب اهدى كده وروح له الدكتور طيب يا محمود واحسام حجز لها عند الدكتور النسا تمام فهمت كل حاجة اديها المخدر ده وانا هجي لك البيت تمام يا دكتور ايوة يا ابني انا خلصت من بدري خلاص خمس ده ايو اكون عندك طب بسرعة يلا ركبي مالك في حاجة لا ابدا براحتة ممكن تيجي بس معايا البيت اغير هدومي ونروح الشركة ماشي تمام اوكي ووصلوا البيت انزلي دماغي مش قادرة مالك حس ان انا جيت هنا قبل كده اكيد بيت هيقلك مش عارف بس انا مصدعها قوي طب خليك هنا وهجيبلك حاجة تشربيها طب بسرعة حسام دخل البيت وجاب لها عصير وحطي في مخدر اتفضلي كويس ان هو عصير لمون يهد العصاب شوية طيب اشربيه واسراب بدأت تشرب وحسست ان دماغها تقيلة وبدأت تنام وحسام شالها ودخلها الفيلا الو ايوة يا دكتور انا مستنيك طيب يا حسام اجيلك مسافة السكة ووصل الدكتور البيت اتفضل يا دكتور هي هنا هي وبدأ يكشف عليها هيا دكتور طب مني مبروك المدام حامل في بداية الرابع بجد يا دكتور يعني حضرتك متأكد من المدة متأكد جدا الف مبروك يا حسام الله يباري في حضرتك شكرا جدا يا دكتور والدكتور مشى وحسام فرح جدا ان اتأكد من اسراء بس خلاص مش هيقدر يسيبها تاني في السكة وهي حمل وكمان هي ما تعرفش وبيكلم محمود قالوها يا محمود ها طمني الحمد لله محمود حمل في الرابع الف مبروك يا حسام طيب بص يا محمود هاتلي رقم اكبر استشارة مخ واعصاب في اي بلد وبسرعة ليه حسام اتصل بس بسرعة عبل ما تفوق طيب يا حسام هشوف سلام حسام انا بعتت لك الرقم على الواطس طيب يا محمود سلام هسام كتب الرقم واتصل بالدكتور ها كده فهمت طب ارجو يا دكتور يدينا حل وانا جاهز لو كده اجل حضرتك في الوقت اللي تقول عليه طب هابعت لك الخطة اللي هتمشى عليها واجبها لبكرة تمام يا دكتور حاضر انا هعمل كل حاجة وان شاء الله اكون عندك بكرة هسام قام وشاف اسراء والاهل السنايمة قام وجهز اكل ودخلي اخد شوار انا مين اللي جابني هنا وحسام لبس للبرنوس واطلع لها برا ايه مالك يعني ايه مالي انت مجنون انا بعمل هنا ايه نعم يا بيبي سمعني كده احلى بيبي دي ولا ايه انت جبتني هنا ازاي بعد ما شربتي اللمون دختي جبتك هنا وسيبتك ليمة امال انا مش فاكرة لا مش مهم المهم انا فاكر طب يلا ادخل غير هدومة طيب ماشي وبدأت تتحرك في القوضة وبدأت دماغها تواشوش بذكرتها ها تأخرتي في حاجة لم نشعرفها حاجة ايه مش عارفة بس اول ما جيت هنا وانا نمال هي بتواشوش بحاجات كده اهدي بس كده ويلا عشان نروح له الدكتور هو انا مش لسه جاية دكتور تاني احسن يلا بقى انا مش عارفة في ايه مش عارفة انا مالي بطعيطيش انا مش هسيبك انا معاك هو انا عندي ايه كده هنروح له الدكتور وهنعرف كل حاجة انا تعبان اوه يا حسن حاسة ان في التفاصيل كتيرة ضيعة مني حبيبتي انا معاك بجد مش هتسبني اسيبك ايه انا مسداتي لقيتك ربنا يخليك لي يا رب طب يلا بقى عشان احنا كانت اتأخرنا يلا وركبت معالة عربية وشغلها وقنية عمري دياب الله بحبها جدا انا عمري دياب دي اتعملت علشانك مجاملات مقبولة اوه يا سيدي تشكرات تشكرات ده واقع يا سيدي انت اجمل النساء حلو تجود اوي اعملك ايه حاسس ان انا قلبت رومان سيسيكا اوه والله اخي طب يلا نزلي وصلنا ونزلهم وطلعوا عنده الدكتور اهلا بيكم اهلا يا دكتور اتفضلهم ازايك يا اسراء الحمد لله مالك بقى حاسة بايه بشوف احلام بناس انا معرفهاش حتى حساب ودمغي بتوشوش بصده طب انت عادة فين في السكن طب وفين اهلك مش عارفة يعني ايه ما تعرفيش كل واحد فينا ليه اهل وانا بقولك معرفش معرفش ايه دي كده دي باغي مش قادرة حرم عليكم حرم عليكم اه وعادت تصرخ لحد ما اسرقهم عليها يا دكتور حضرتك تقلت عليها اوي ما تخافش يا حسام هنديها مهدق وعلاجي نشط الزاكرة شوية وبعليه انه عادة لو انت ودخلها القوضة وعطلها محليل وعطلها علاج حسام فين اهلها معرفش يا دكتور انا ما شفتهمش غير مرة واحدة بس وبعد كده ما شفتهمش تاني حتى هي ما سألتش عليهم خالص بس ليه حاجة غريبة جدا يا حسام حتى لما فائت معرفتكش ولا حتى جابت سيرة اهلها فعلا يا دكتور بص يا حسام انا عاود اشوف اهلها حاضر يا دكتور الو يا محمود ايوا يا ابني بعدتلك عنوان على الوطس هتروح تجيب اهل اسرق علشان هي تعبانة حاضر يا حسام حاضر اخر موقف بينك وبينك انا عامل ازاي يا حسام كان في خلافات بنا كتير اوي يا دكتور وكمان اتعرضت للخطف تمام اعرف بقى التفاصيل من اهلها بقى تمام يا دكتور هروح اشوفها لحد ما يوصله اتفضل يا حسام وراح حسام عند اسرق وصابت عليه جدا وهي كده وكمان حامل ومش عارف هي هتعرف ازاي وقاتع شروضه صد محمود اهلا يا عمي عادل ابو اسرق اهلا يا حسام بيه اسرق تعبانة والدكتور محتاجة هي مالها يا ابني في ايه هتعرف كمان شوية وراح له الدكتور اتفضل يا جماعة اهلا بيكم ده استاذ عادل والد اسرق اهلا بيك يا فندم اتفضل احكيلي يا استاذ عادل انت علاقتك باسرق ايه بصراحة ايوا انا عاوز الصراحة عشان بنتك بيتضيع حاضر يا دكتور انا اسرق بنتي من واحدة تانية غير اللي معايا وكده خلصت حلقتنا النهاردة انتظرونا في الحلقة الجاية احداث مسيرة جدا وما تنسوش يدعمونا باللايك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم لأجزائك بصة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة